هو إحدى العلامات المسجلة لشهر رمضان من خلال برنامجه حديث الروح كلنا كنا بنتابع منذ طفولة كان علام على اقتراب موعد الإفطار حديث الروح اتربع لي أجيال كتير وتعلموا منه عدم الإسراف في الشهر الفضيل وحصن الاستغلال للأيام المباركة في العبادة والتقرب إلى الله لأنه شهر العبادة تعالوا نشوف دلوقتي حكاية الشيخ الشعروي لا يمكن اعتبار الشيخ الجليل محمد متولي الشعروي مجرد عالم دين أو فقيه كغيره من فقهاء الدين الإسلامي في العصر الحديث مع خصوصية الطرح الذي استخدمه في توضيح معاني القرآن الكريم وقدرته على مخاطبة البسطاء بلغة يفهمونها ليزيد تأثيره وتتجذر شعبيته بين أبناء الشعب المصري ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في أبريل عام 1911 بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة دقالية حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره وفي عام 1922 التحق بمعهد الزقزيق لابتدائي الأزهرية وأظهر نموغا منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم وحظي بمكانة خاصة بين زملائه فاختاروه رئيسا للتحاد الطلبة ورئيسا لجمعية الأدباء بالزقازيق وكانت نقطة تحول في حياة الشيخ الشعراوي عندما أراد والده الحاقه بالأزهر الشريف بالقاهرة والتحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة 1937 وتخرج في عام 1940 وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943 وبعد تخرجه عين الشعراوي في المعهد الديني بطنطة ثم انتقل بعد ذلك إلى المعهد الديني بالزقازيق ثم المعهد الديني بالأسكندرية كما عين مديرا لأوقاف محافظة الغربية ثم وكيلا للدعوة والفكر وفي نوفمبر عام 1976 1976 اختار السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء أنذاك أعضاء وزارته وأسند إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر فظل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر عام 1978 كما اختير عضوا بمجلس الشورى عام 1980 وعرضت عليه مشيخة الأزهر وعدة مناصب في عدد من الدول الإسلامية لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة الإسلامية وكانت لقاءاته الأسبوعية أحد أهم وسائل التقريب معاني القرآن الكريم للمصريين من خلال خواطره في التفسير حيث بدأ الشيخ محمد متولي الشعراوي تفسيره على شاشات التلفزيون قبل سنة 1980 بمقدمة حول التفسير ثم شرع في تفسير صورة الفاتحة وانتهى أوائل صورة الصف وحالت وفاته دون أن يفسر القرآن الكريم كاملا ليبقى ما تركه من تراث مرجعا لكثير من المصريين الذين قربهم الشيخ الشعراوي إلى معاني كتاب الله بلغة بسيطة لا تخلو من قدرات لغوية وعلمية ساهمت في بقاء سيرته حية بين المصريين إضافة إلى مؤلفاته التي بلغت نحو خمسين كتابا ليستحق تكريم الدولة كما كرمه بسطاء الوطن ويحصل لاحقا على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى مع بلوغه سن التقاعد في عام 1976 قبل تعيينه وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1983 وعام 1988 ووسام آخر في يوم الدعاء وحصل على الدكتوراه الفخرية في الأداب من جماعتي المنصورة والملوفية إضافة إلى العديد من التكريمات الدولية التي حصل عليها الشعراوي عما قدمه من عطاء وعلم ينتفع به